اشتركوا في القناة وطوى صحائف أعمالكم نقية بيضاء وجعلكم في دنياكم وآخرتكم من السعداء جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعاتنا اليوم الجمعة 23 كانون الأول ديسمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج القوس ورح ينتقل لبرج الجدي يعني في عنا خلو مصر القمر الآن في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 47 دقيقة من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية طبعا القمر بما أنه موجود في برج القوس معناته من الآن ولغاية ساعات الصباح منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومنطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسع نقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل مساء الليل الخميس وتأثيراتها لغاية صباح يوم الجمعة أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون الساعة 6 و19 دقيقة من مساء الليل الخميس وتأثيراتها لغاية صباح يوم الجمعة بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤنا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي برضو تأثيراتها من الآن ولغاية ساعات الصباح ذروتها الساعة 8 و15 دقيقة من مساء الليل الخميس على الجمعة بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هاي الزاوية بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار اللي رح يبدأ الساعة 8 و15 دقيقة من مساء الليلة اللي هي ليلة الخميس على الجمعة ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 7 و49 دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الجدي هذا بيعني ان هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 7 و49 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم الجمعة القمر بنتقل وبصير بالجدي عشان هيك جميع الابراج التأثيرات ودخول القمر لبرج الجدي اننا منعود لطبيعتنا الجادة من حاول انجاز عمل متراكم منجد انو الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشراء بعمل جديد او شراء تحفي اثرية او البدء بحمية او شراء بوليس التأمين بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اول زاوية هي زاوية التزديس ايجابية بين عطارد وبين نبتون وهاي تأثيراتها من يوم 22-12 من يوم 22-12 ولغاية يوم 4-1 طبعا ذروتها يوم 25-12 الساعة 11-17 دقيقة صباحا نصبح قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا ودون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري وهي تأثيراتها لغاية يوم 26-12 طبعا هاي الزاوية بتبدد الحضوض في اي مسعى من قوم فيه من ميل للعيش دون مستوانا وتبذير اموالنا وبتجذبنا للقمار والمغامرات والمراهنات والمضاربات المالية ممكن نتعرض لمشاكل مع السلطات او العدالة بسبب وضع مالي هذا الاتصال غالبا بسبب مغالاة في النفقات والخسارة المالية وفشل في المشاريع اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين الزهرة وبين اورانوس وهي طبعا تأثيراتها لغاية اليوم اخر يوم لالها اللي هو يوم 23 ذروتها بيكون يوم 22-12 طبعا راح تكون او هاي زاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقات غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل اكبر كما بتكون شعبيتنا في تصاعد بالنسبة للزاوية اللي راح تتشكل مع القمر اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة 18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش طبعا تأثيراتها من ساعات منتصف الليل ولغاية ساعات المساء يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون في تمام ساعة 10 و 16 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها من ساعة الصباح الباكر ولغاية منتصف الليل نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الاصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الان ولغاية ساعات الصباح عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم اخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية اما من ساعات الصباح فبصير عنا العضاء الاكثر حساسية الركبتين والمفاصل والعمود الفقري وعضلات العمود الفقري والردفة والعظام والاسنان والاوتار والاربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن يعني بما ان الجلد والشعر والاسنان معناته هذا اليوم لا يصلح لعمليات التجميل يوصى باجراء العمليات الجراحية دون الاعضاء اللي ذكرناها وهو زي ما حكينا غير مناسب لعمليات التجميل لا الحقن ولا الجراحة ولا يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي حتى الصبغ انا ما بنصح فيه الحناء ممكن القمر بما انه رح ينتقل لبرج الجدي معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الاحد 25-12 بيبدأ في تمام الساعة 3-11 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 7-13 دقيقة صباحا لا يستقر القمر في برج الدلو اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمره 29 يوم في تمام الساعة 26-22 دقيقة صباحا بصير عمره 30 يوم نسبة الاضاءة بتصير صفر يعني هذا اخر يوم بالشهر العربي وبداية هلال اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد اليوم بنسبة 30% القمر في القوس بده ينتقل للجدي ورح يضل بالجدي حتى يوم 25-12 هو الآن منتحس بنسبة 25% بعد منتصف الليل بصير منتحس بنسبة 40% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% ولكن من ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 60% عطار في الجدي حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 100% الزهرة في الجدي حتى يوم 31 سعيد بنسبة 45% الآن في ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة لـ 60% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة من الآن لغاية ساعات الصباح وبتشعروا اليوم بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهبوا في رحلة أو تروجوا العمل أو تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها بيكون فيه نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتكم العاطفية والعائلية أما من ساعات الصباح فبينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنك ما ترتجل المواقف والتصاريح كي لا تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئولية أو ممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك التزم بمسئولياتك وتعتبر هاي فترة واعد برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهديئة الأجواء تعتبر هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن اليوم تتلقوا مساعدة أو تعاطف عليكم تتحلوا بالليون والتفكير الموضوعي أما في ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ثم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب السفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا راح تفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهمش أنك تتحركوا على مختلف الأصعدين برج الجوزة يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وتعتبر هاي فترة شوي فيها نوع من أنواع الضغط لأن طاقتكم ما زالت ضعيفة فما بينفعك سوى الصبر والمرونة من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن تتعرضوا لمضايقات أو خلافات أما من ساعات الصباح بتعيدوا ضب ميزانيتكم حاولوا أنك تدخلوا التعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالكم وبتفرحوا لتطور ما فترة جيدة لتصحيح الأخطاء ولتكرار المحاولات السابقة أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم كونوا منظمين وأحسنوا إدارة عملكم وحذروا من الجدال مع المعاونين ولا تهملوا صحتكم من الآن لغاية ساعات الصباح لا تأجلوا ولا تماطلوا عملكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية أما من ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء يعني شراكات العمل أو شراكات العاطفة عشان هيك تتحفظوا على هدوءكم ما ترتجلوا أي كلام وما توجهوا ملاحظاتكم لأن خصمكم بيكون قوي وما بيرحم بتحمل هاي الأيام القادمة إما ارتباط مهم أو عمل جماعي فابتكوا تحفظوا على هدوء أعصابكم وما تكونوا عدائين برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريركم وبتعيشوا لحظات سعيدة نسبياً فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء ما تهملوا الواجبات خصوصاً اتجاه العائلة واتجاه الأحبة وحاولوا أنك تستغلوا الساعات هاي من الآن لغاية ساعات الصباح في تصحيح الأخطاء أما في ساعات الصباح وما بعد بيتراكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم وحاذروا من تعب صحي أو جسدي بيمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب ابتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة وممكن تشعروا ببعض التوتر برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن يعني يصير في نوع من أنواع القلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشكلة شخصية أهمش أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة حاولوا أنك تراعوا وضعكم الصحي أما من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم بتفرحوا لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتقوموا بخطوة مباركة ممكن تطلقوا إشارة إيجابية وهاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسكم بعد العواصف برج الميزان بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران بتدعمك الحضوظ وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر إلا أجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك من الآن لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعادك لا تخالف القوانين واحترم الموعيد والتزم بالتزماتك المهنية واهتم بعائلتك برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي خلال هاي الساعات اللي هو من الآن ولا غاية ساعات الصباح مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات تعتبر فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربع أما من ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا إسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية معينة وتقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة الداعم من مكانتكم الاجتماعية هذا اليوم أو هاي الساعات من الآن ولغاية ساعات الصباح بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم تتحلوا بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر إذا ركزت أما من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم شيء أنه ما تغامروا بأموالكم تعتبر فترة حذرة مالياً ومعنوياً فلا تسمح باتخاذ أو ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة وما تسمح لأشخاص بأنهم يغشوك أو يخدعوك بشؤونك المالية أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجديد يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم من الآن ولغاية ساعات الصباح لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك تهدأ وتيرتك لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لا تحسم أمر لأنها هاي فترة هاي الساعات فترة سلبية مخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما من ساعات الصباح بتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق اليوم رح يصلك خبر سار إن شاء الله مر جدله بوسعكم تعزيز صداقاتكم اليوم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد بعض الأرباح خلال هاي الساعات وبتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف الضغوط وبيط مئن بالك لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فهنا القمر رح يوصل لبيت متاعب فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوض حذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك برج الحود يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء نتهدئوا من روعكم وما تنفعلوا من الآن لغاية ساعات الصباح اتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها أما من ساعات الصباح بتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحدين الفترة هاي فترة ناشطة وواعدة دراسيا مهنيا عائليا اجتماعيا وبتكثر عندكم الاتصالات والموعيد خلال هذا اليوم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء